تعليق ايضا من سامي بيقول هذا الموقع مشكوك فيه كل مصيبة عم تصير بتضحش اسم السوري فيه رأبوا وشوفوا طبعا يا سامي انا هرد عليك بمنتهى المهنية انه انه انت عرفت ازاي انه احنا دايما بنستقصد السوريين ودايما بنقصد نجيب اسمهم في الاخبار الزاي دي احب اقولك انه انت لو عندك دليل حالا لو عندك دليل دلوقتي انه احنا بنستقصدهم ممكن تقولوا وانا دلوقتي عندي استعداد انه اطلع لك من الخبر او المصدر اللي احنا جايبينه احنا طبعا كبين اسم الصحيفة اللي احنا بنقول منها الخبر بتاعنا بعد ترجمته وطبعا بامكانك انه ترفع قضية للقضاء المساوي او تشوف اذا كنا احنا بنجذب ولا لا ولو عندك دليل حالا طلعوا طلعوا وقولوا وطبعا كمان نحن انه مرآتكم ايضا للصحافة النمساوية وبننقل لكم الخبر كما هو ليس لدينا اي مصلحة في تشويه صورة حد بالعكس انت بتسيق لصورة نفسك وبتسيق لصورة يا سوريين اللي انت عاوز انه احنا نداري عليهم او نتسطر على المشاكل اللي بيعملوها خاصة اذا كانوا مش بقول السوريين بس السوري عراقي نمساوي مصري احنا بننقل لكم الخبر كما هو تعليق اخر من محمد بيقول هلا بقولوا انه سوري اه هو راس الفتنة والنمساويين اه مختلين عقليا والسوري اه لعب لهم بعقلهم ده رايك طبعا عبدالله النصر اسماعيل بيقول اه كل قصة تصيل لازم تكون اه بالقصة ايد واحد سوري طبعا يا عبدالله الكلام اللي انا قلته من شوية ده كمان موجه ليك والموجه لاي حد بيعتقد انه احنا بنستقصد السوريين واقول مرة تانية نحن ليس لدينا اي مصلحة ان احنا نستقصد حد نحن بننقل الحقيقة كاملة وطبعا نحن مرآتكم للصحافة النمساوية كل كل ما تنقله كل ما تنقله الشرطة النمساوية والصحف النمساوية بعد ترجمتها بننقلها لكم كما هو بمنتهى الشفافية والمصدقية تعليق اخر من عوني كمال بيقول المصرحية انتهت في كل دول العالم كوفيد 19 طبعا يعوني نحن نأمل ان شاء الله ان تمر هذه الجائحة على خير وتعود الحياة لطبيعتها بإذن الله تعليق من ابو المجد بيقول كل البلاد فيها هالقصص والنمسا فيها فساد كتير واخر قصة النمساوي يلي احتال واخد اموال مساعدات اللاجئين طبعا كل كل بلد فيها الحلو وكل بلد فيها الوحج وطبعا في تعليق ايضا من عيسى بيقول يا اخي اقسم بالله صفحة غير مهنية بنقل الاخبار على اساس المسؤول يلي ينقل الخبر ما بيعرف جنسية الطبيب لو كان الطبيب سوري كان على السريع كتبتم انه سوري ليكون الطبيب مصري او عراقي او لبناني ومستحي مدير تحرير الصفحة انه يكتب جنسيته برأيكم الصحف النمساوية عند نقل خبر ما بيذكروا من دولة من دولة الجاني اكيد بيذكروا بس الصفحة هي من اول تأسيسها غير موضوعية صفحة غير مهنية على فكرة على فكرة يا عيسى احب اقولك كويس انه انا اللي هرد عليك عشان انا اللي مترجبها الخبر ده وهذا الخبر لم يذكر فيه جنسية الطبيب يذكر فيه فقط انه جنسية الطبيب عربي وطبعا نحب نديك دلوقتي اللينك بتاع الخبر وتخش تشوف بنفسك والقوي هو اللي يقدر يثبت كلامه جميل قادر بيقول يعود السلام لجميع انحاء العالم ان شاء الله اه طبعا يا جميل شكرا لك على تعليقك وتعليقاتك دائما ونتمنى ان شاء الله انه اه تنتهي الجقاحة دي على خير